تفضل الدكتور أساني لك التعليق هو أولا فيما يخص موضوع الربا فلا يوجد عقل على الأرض في أي دين على فكرة يقولك أن الربا حلال الفكرة في تحقيق المناط نفسه ما تقوم به البنوك هل هو ربا حقيقي ولا لا والفكرة في الأصار اللي ترتبط على التعمين أول حاجة ما تقوم به البنوك هي عمليات متنوعة تمام طبيعي أن البنك لما بيعطي لما بياخد بيعطي بيعطي بعائد ولما بيعطي بيعطي بعائد أعلى شوية هذا العائد يمكن جدا أننا نعتبره كمصاريف إدرية لاستمراره في مقابل أن البنك مؤسسة مالية في حقيقة الأمر فيه مناء استثمار ولما أنا دلوقتي باجي مثلا بعمل مصنع فبقول للبنك أن عايز تمويل المصنع دوت فيمفتح لي حاجة اسمها تسهيل اقتماني يعني إيه تسهيل اقتماني أنت عايز كم؟ أقول له عايز 100 مليون يقول لي ماشي الميت مليون عندي بس لما تيجي تاخد الميت مليون فيه طريقة تاخدها أنا مش هديك الميت مليون وقول لك أخدهم 120 وخلاص على كده شكرا تعال بكرة الصبح أخدهم لا أولا هتلي دراسة جدوى ثانيا لما تيجي تشتري أنا وفقت على الدراسة الجدوى فيه عندك مكان المكان ده بـ 50 مليون مثلا روح اشتري المكان وهتلي بوليست الشحن وأنا أدفعها لك يبقى في كل مراحل الإنتاج هو منضبط ومسيطر على الموضوع لكي يضمن أن المال اللي هو مال المضيعين يوضع في مجاله الحقيقي نعم أما بالنسبة لزيادة لكم عددك سميان عن خسائر رهيبة جدا وعن ناس أرانية إفلسها وعن ناس تتحفظها لأموالهم نعم مفيش بنك مستريح وأخذ بالحضرتك يعني نفرد إن البنك خسر أمواله الموضوعين ما لهمش أي علاقة لأن الدولة ضامنة لهذا إنما الراجل مصطفى البنك موال إشكالية فيه الفريق بين البنك ومصطفى البنك مصطفى البنك مختفي دلوقتي أب الزبط والبنك بقى إيه لا البنك أنت دلوقتي بتضع في وعاء آمن الآمن دوت مش لواحد شقيه متنطط وعارف يقدر يجيب كل حاجة مني الآمن دوت لأ الآمن دوت لللي لا يرجونه في الأرض كذبا بالمعنى المفهوم واحدة بتربي أطفال جزء خد لما توفي الدولها مكافأة ومش عارفوا معاش فهو ده ما تملكه من حطام الدنيا واحد كويس جدا وفاهم لكنه لا يستطيع أن يتاجر ما بيفهمش في التجارة عايز يخش في مجال آمن طيب نرجع تاني للمعلومة وأرجو الرجوع إلى كتاب الشيخ سيد تنطور هو رجل فقير في هذا الموضوع قول لي أنت بتتعامل إزاي وأنا أقول لك أنت بتعمل إيه غيبا ولا مش غيبا فالتعميم في هذه الحالة الحقيقة مرفوضة أشكرك شكرا جزيلا لكن أضيب بس نقطة زكرة أنا دلوقتي كمواطن مثلا حرم علي أو جبل في نفسي أن التعامل والاقتراب من البنوك يعني ناس نقول أنا تقربوا البنوك هو كارثة وربا ومحق وكل ما وثم فجأت بأنه بيقال أن تجارة الأسار مشروعة وتجارة العملة مشروعة أنا سخصيا أعتقد أن الربا الحقيقي وفي تجارة العملة حتى لا نتفرع خذنا نتكلم فيما يتضع البنوك هذا تفرع بس لا أنا لأ دا لخصه من كلام حضرتك أن حضرتك بتقول في بداية كلامك أن لا يوجد عاقل يختلف على حرمة الربا ما فيش حد أبا كده ولا أي بنك أعلم يا جماعة تعالوا أنا بديكم الربا نقطة أنا ألخص كلام حضرتك بس أن الله عز وجل حرمه تحريما صريحا فلا يوجد ما يقول بغاية ذلك إحنا بنختلف على مفهوم الربا مفهوم الربا بصد الله يحفظه الدكتور أسام الله يحفظه يتكلم على الضمانات البنوك البنك لا يكرد إلا إذا ضمن مئتين في المئة نحن لا نتكلم كيف يضمن البنك ماله أو كيف يضمن البنك مال المودعين ليس كلامنا كلامنا أن هذه العملية كلها هذه العملية كلها ما يمثل تسعين بالمئة من أعمال البنوك كلها قرض وإقراض اقتراض وكلمة إداع المودعين فيها تجوز وفيها تغيير الحقيقة لأن الإداع في الشريعة الإسلامية هو أن أودع عند فلان أو عند مؤسسة شيئا تحفظ بجنسها وبعينها كان أضع مئة ألف فأخذها مئة ألف مئة ألف بعينها أنا أعطيتك مثلا سبيكة ذهب أمانة أو وديعة أعطيتك مئة ألف في شنطة وديعة هذه المئة ألف بعينها بكلها أمانة لا يجوز لك أن تتصرف فيها وأن تتاجر فيها ثم ترد لي مثلها فإن فعلت فوقرت إذا أفهم هنا أنه يجوز التعامل مع البنك بأن أضع موالي فيها كوديعة لا عفوا الأصل إذا وضعت مالي في البنك كوديعة نحن قلنا كلمة وديعة فيها تجوز نعم ليست وديعة نعم بل إذا أعطيت مالي للبنك هو اسمه إكراد أنا أكرد البنك بالزيادة في المدى في القانون المصري والمجامع الفقهية قالوا إن الودائع إذا كان إذا ملكت للبنك وهو بالفعل ويتصرف فيها يأخذ الإذن أن يتصرف فيها كيفما شاء لكن يجب عليه أن يرد المثل فهذا خرج من أنه وديعة إلى القرض نعم منصوص لكن لو أنا مش أخذ المثل يا شيخنا منصوص القانون أنا أحططي الفلوس وأخذها زي ما أحططها نعم لو أنا أحططي الفلوس مئة ألف وأخذها مئة ألف زي ما هي دون زيادة سنأتي للضرورة بقى نعم لما تضع مالك في البنك نعم إن زي ما الدكتور وسي يقول أرملة لا تستطيع حفظ مالها نعم ولو حفظت مالها في البيت لسرق نعم لا نقول قد يكون هذه ضرورة أن تحفظ مالك مالك نعم رجل لا يحسن التجارة ومعه مبلغ كبير نعم فضرورة للضرورة فقط أن تضع مالك حتى نعم يعني كحساب جاري أو بدون فوائد نعم يعني لا نستطيع أيضا أن نقول ضعوا أموالكهم بكل سهولة كده حتى لو لم تأخذوا فئدة لا تضعها أيضا لماذا؟ لأنك تكرد البنك نعم قال بذلك الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الشيخ جمال أزهر طبعا نعم والشيخ حسن مأمون رحمه الله رحمته الواسعة والشيخ شلتوت والمجامع الفقهية طيب والمجامع الفقهية هناك البعض ومنهم الدكتور أسما ناصف ويصحح لي زي ما هو قال في كلامه أن المشكلة عندنا في مفهوم الربا شايف أن هذه التعاملات التي تحدث في بنوك ليست ربا وأن هذا ليس الربا الذي يحرمه الله عز وجل عشان بس طرم أشرط إليه فضل يبقى التوضيح لازم فضل لما تيجي تتكلم عن الربا يبقى لازم تقول لي أنت بتتعامل إزاي وأقول للدريبة ولا مشربة نعم دي نقطة النقطة التانية أن فضيلة أخونا الحبيب الشيخ عليك بارك الله فيك فيما أعتقد يعني أنه يجب التمييز بين المثليات اللي هي زي النقود المتماثلة نعم وبين الأعيان يعني مثلا هو ضرب تغسيب الأعيان يعني مثلا ضرب مثال بالسبيكة السبيكة الذهبية وضرب مثال بالمال لا الاتنين مختلفين يعني السبيكة آه أنت خدت سبيكة ترجع سبيكة ليه؟ لأنها هتعلى مع التدخم وهتنزل مع الركود مظبوط فخلاص أنت ما خسرتش حاجة وده اللي بيحصل برضو في البنوكة لا بتاخدش سبيكة ونص أنت حطيتها في خزنة أولا دي مش تجارة يعني ما يقولكش أنت كده بتودع أو بتقرد ده خزنة انت حطت فيها السبيكة ولما تعست أخدها تخد وبتأجر الخزنة سنويا أو شهريا زي ما أنت عايز إنما فيما يخص بالمثليات النقود أنا دلوقتي لما حطت مثلا ألف جنيه واجه أخدها كمان سنة ألف جنيه طيب ما أنا خسرت ما دي بريبة هي ربة وردو عكسي يعني لو طبقنا نفس المنطق الألف اللي أنا حطيتها غير الألف اللي أنا خدتها نعم وبالتالي ده أكل للمال أنا أتاكل مالي وكذا لو تعطيتها في البيت نعم كذا لو حطيت عينها في البيت طيب ما هي نفس الفكرة برضو يعني هتعرض لنفس الخطورة اللي أنا لو حطيتها في البيت لو حطيتها في البنك وخدتها بنفس لا أنا بأخدها بطميتها واخد بال حضرتك اسطلح على إن الفايدة اللي بتزيد ديت هي بتناسب فكرة التدخم اللي موجودة واللي هي طبعية على فكرة في كل دول العالم حتى للفايدة نصف في المية زي اليابان واحد في المية في زيادة طبعا الزيادة تبقى أقل بس زيادة موجودة المبدأ نفسه موجود واخد بال ساعتك دي دي أول نقطة الحاجة التانية يعني اللي اللي بيحرم التعامل مع البنوك من باب مطلق ما هو مبدأي أول حاجة أو على الأقل باعتبار أن غالب أموالها ربع عند تصوره لا يعطي حلول في حيات الأمر يعني أنا أذكر أحد كبار المشايخ رحمه الله تعالى جالوا واحد برضو في معروف حاليا وضرب مثل قال له أنا قلت يا مولانا طب ما أنا دلوقتي لما حطت ألف واخد ألف بعد السنة أنا خسرت نص أموالي أو خسرت 30% فصار عليه الشيخ وقال له أنا مالي حلوا مشاكلكم أنا مالي هذا ليس حلا هذه نزلة من النوازل نعتبرها يا سيدي من عموم البلوة من الاضطرار نجد لها حلول إنما فكرة أنت تعرض أموال الناس للضياع طيب اللي مالها ضع دي وهي أرمالها هتروح تعمليها عشان تربع عيالها ففيه مفاسد أكتر الراجل اللي هو كان بيربي عياله وحصل له عجزة مثلا وحطت قرشين في البنك بيأخذ منه ميربي هيعمل إيه؟ وضحت الصور برده حصلت مشاكل أجل رد فضلتك أنا أثاره الدكتور أسامة أقوله بالله التوفيق الدكتور أسامة الله يحفظه يقول مفيش حلول يعني الذين يحرمون الفوادي المنكية لا يضعون حلولا من قال إن أبحاثا من مجمع المحوث الإسلامية وغيرها قدمت حلولا كثيرة لتغيير وتبديل الأعمال الربوية إلى أعمال الإسلامية كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أولا بالاستثمار الاستثمار والضرب في الأرض نستطيع ذلك بالقواعد الشرعية يعني أنا أعطيت فلانا مئة ألف يستثمرها استثمارا حقيقيا أما البنوك على المكسب والخسار على المكسب والخسار البنوك أكرر وأزيد وأقول لا تستثمر مالها إن البنوك لا تستثمر أموالها إن البنوك تأخذ أموال الناس المدعين لتقرض وتمول الشركات والمشاريع لكن هي لا تستثمر سؤال يا شيخنا واضح